مع استمرار إضراب الكوادر التعليمية في بعض مناطق إقليم كورستان العراق يستمر إغلاق أبواب المدارس بوجه التلاميذ هناك وهو ما شكل مصدر قلق لأولياء أمور الطلبة ومنهم علي محمد الذي يخشى ضياع سنة دراسية من مستقبل أبنائه الذين لم يتمكنوا حتى الآن من استئناف سنة الدراسية الحالية 2023-2024 أنا عندي بنتي بالأول متوسط لحد هذه اللحظة ما مدامه ولا يوم واحد بداخل مدارس الإقليم مع الأسف ننتظر موقف من قبل وزارة التربية في داخل حكومة إقليم كورستان أو على أقل تقدير من قبل المدرسين المضربين عن الدوام من أجل العودة لمقاعد الدراسة ومنذ أيلو سبتمبر الماضي أعلنت الكوادر التدرسية في السليمانية وحلبشة ومناطق أخرى من إقليم كورستان العراق إضرابا عن الدوام في المدارس للمطالبة بتسليمهم مرتباتهم الشهرية المتأخرة واحتساب العلاوات والترفيعات المتوقفة منذ قرابة تسع سنوات ومع اختراب موعد الفصل الدراسي الثاني طرح اتحاد معلمي كورستان حلولا لتعويض طلبة عما فاتهم من حصص دراسية شريطة استئناف الدوام في المدارس في ذات الوقت رفضت وزارة التربية في الإقليم التعليق على الموضوع بالنسبة للصفوف المنتهية الصف الثاني عشر هناك اختراحين اختراح الأول هي تمديد فترة الموعد امتحانات تمديدها وهذا اختراح يضر في عملية القبول المركزي بالنسبة للكليات في إقليم كورستان الاختراح الثاني هو تقليل المنهج والتقليل المنهج يحتاج إلى جهود كبير اما صفوف المنتهية كما تحدثنا هناك اختراح انه اذا بدأت فصل الثاني يحتسب الفصل فصلين كما حدث في عام 2019 في زمن الكورونا وهذا من صلاحيات وزارة التربية وزير التربية في إقليم كورستان وكانت المديرية العامة للتربية في محافظة السليمانية قد أعلنت مؤخرا مباشرة 167 مدرسة اعدادية من مجموع 219 أخرى بأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بينما واصلت المدارس المتبقية ضمن المحافظة إضرابها مقترحات لمعالجة الوضع الناجم عن الإضراب في مدارس بعض مناطق إقليم كورستان العراق لكن وضعها حيز التنفيذ يتطلب موافقة رسمية من وزارة التربية في الإقليم ضياء محمد الحرة أربيل ترجمة نانسي قنقر